بسم الله وصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم في هذا الفيديو رح نتكلموا على تجربتي الشخصية في الجامعة واش هما التحضيرات اللي لازم نبدوهم من الان باش كي يجي الدخول الجامعي تكونوا وجدين فيزيكم ومغالما اي بوكو بلوس فينانسيار ما بس ك النصائح اللي غادي نعطيهم لكم نوعدكم باللي رحين تحتاجوهم طول المشوار الجامعي انتاكم اول نصيحة نعطيها لكم اللي هي التحضير النفسي للجامعة كيش يكون التحضير النفسي طبعا رايح يكون هناك اختلاف كبير بين النظام الدراسي كيفاش كان في الليسي وكيش راح يكون في الجامعة بس كي سي كمتلاتمون ديفاق بين الدراسة في الجامعة والدراسة في الثانوية لازم تعارفوا وتكونوا مستعدين نفسيا لعدة عراقين رايحين يواجهوكم اول حاجة انو الاساتي دا مشي كماتا الليسي الاساتي دا يكونوا جنرالما تخي سيفر ومع لبالهمش يعني الاستاد ما رايحش يحوص عليك الاستاد يدخل للقسم التاعه ولا للانفين التاعه يعطيك الدرس ما رايحش مان با يكسر راسه ويشرحه لك يعني الا ما راح يماربك ولكن اغلبية تاع الاساتي دا فقط يدخل يعطيك الدرس يقرحه لك ويعود يعطيك البوليكوب وانت راح تبع راسك فواش لازم تكون داير في راسك كأيتوديون اونيفرسيتا وهو انو في الجامعة لازم انت تعتمد على نفسك انت تدير لغشيخ انت تفهم الدرس تاعك وحدك وانت تطبق الدرس تاعك وحدك حتى وحد ما رايح يعاونك من غير نفسك يعني قراءة الكتب يعني اول حاجة تديروها انو توجدوا الكارت تاع الببليوتك بسك رايحين تحتاجوا بزاف لليفر كما فاهمتكم الاساتي دا ما يشرحوش بزاف الا ما راح يمالله فلازم تكونو تكون عندكم روح البحث اوكي البحث العلمي اللي هاي سموه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي انو التلميذ هو اللي يدير الابحاث على جميع الدرس ما تسكلش على الاستاذ يشرح لك كل شي الاستاذ يشرح لك امبوخصة ومالدرس الشي الاخر كل شي تفهمه وحدك المجهود الشخصي انتعك هدي اول حاجة تاني حاجة لازم تكونوا مستعدين انو بزاف تاعة التلاميذ وتاعة الطلاب ما رايحينش يكونوا سيريو كما اللي في الثانوية يعني لازم تحمي نفسك من هاد الاشخاص وتعرف لما انت خالق وتعرف الاصدقاء اللي تخرج معهم ولي تدور معهم لانو كل ما كترو المحيط انتعك يكون فيه بزاف تاعة الاشخاص اللي مشي سيريو انت كذلك ولا انت كذلك رايحة الطيحي في هاد الفخ لهذا انا ننصحكم انكم تعرفوا تختاروا الصديقات خاصة البنات اوكي تختاروا الصديقات اللي تشوفوهم سيريوز تشوفوهم ستوديوز تشوفوهم حابين يقراو وما تكتروش المخالف اما الجانب المادي ولا لكوتة فينانسية اللي هو اهم حاجة بالنسبة لكم كطلاب جامعيين انا عرفت بزاف تاعة الناس اللي فقط من لابوخس انتحهم كانوا ييكوناميزيو ويديرو بار اجزم دي بخوجي دي بتي بخوجي ولا كذلك كان صحاباتي اللي كانوا يلايمو وشراوا دي ميكرو بورطابل ولا دي تليفون باش يعاونوهم في ليزيتود انتحهم دونك هذيك لابوخس اللي تقبضوها ولي تدوها في الونيفسيتي انا ننصحكم انكم ما تضيعوهاش في الشكيل وما تضيعوهاش فقط في الماكلة وفي هذيك اللي ساندويت وهذيك الامور اللي معدهم حتى اهمية خبيوا لابوخس انتعكم لايموها وشريوا بها حاجة اللي فغي مو تحتاجوها في قرائتكم وفي حياتكم